اذا خلصنا منا كل شي بيصير مني كنان نعم امي نعم يا سلطاني انا بامرك انا تعبت كتير طيب امي ماشي رح خليون ياخدوكي عالبيت قومي معي اتفادل امي لا تفكر القصة خلصت وبكرا بتشوفي كيف رح نربح الدعوة ورح ترجع على مكتبك وهذا اللي اسمه كنان هو اللي رح ينقلع وبعدين يمكن يطلعلي كنان تاني ويمكن يكون اوسخ جميلة سديني انا زعلت كتير كتير لا تزعل علي بيك بتمنالك النجاح بحياتك العملية وبشغلك الجديد علي بدي انصحك نصيحة لا توسق بالناس اللي حواليك لانه كنان بيك متعود انه يكب الشغلات اللي خلص ما عاد تلزمه دير بالك انا طالما ما رح تركه لحاله الله معك يا سلطاني يلا بخاطرك مع السلامة يلا معكم مع السلامة جميلة خانم الله معك والله لدفعك التمن غالي ورح تشوف شو رح اعمل وانا عم مستناك لا تتفائل شو رح يطلع بيدك تعمل القصة لهون انتهت قديشك واثق عشو ما اعتمد ولا تنسى انت موظف عندي وبدك تحترمني لهيك انتبه منيح لازم تعرف مع مين عم تحكي بعرف مع مين عم بحكي وانا ما عدت موظف عندك انا استقلت متل ما بدك غسان انت متأكد؟ امي لما بترجع انت على هاي الشركة وقتها بجي وما حضرتك تفضلي علي بيك او انت ما رح تقدم استقالتك؟ لانه جميلة خانم عم تستنى قرارك لا كينام بيك انا ما رح استقيل انا بقيا كتير مني بعتقد انه هاي السيارة بتخص شركات كارجي جميلة خانم كينام بيك بعتقد انك زودت انت لوين بدك توصل؟ جميلة خانم لازم تتقبل الحقيقة وتشوفها منيح علي بيك لازم تعرف انه ما بتملك اي شي هون انتبه على حالك كينام بيك تزودت كتير طيب واذا ما انتبهت؟ ساعة انا رح علمك كيف تنتبه؟ علي كينام بيك ما عو حق اي شي بخص الشركات ما بصير استخدموه بالحقيقة هاي السيارة وهذا المانتو الفرو والحلق والعقود واسهم الشركات في حياتي ما كنت بملكهم هدول من ايمتا كنت بملكهم بالعكس هن اللي تملكوني حتى السيارة بعمرة ما كانت الي حتى هالشنطة وهالمانتو طول عمري عايشة من غيرهم لسنين عشت وانا هيك ورح كمل وانا هيك ورح كوم مرتاحة كتير وبعدين هاي الشغلات بتسبب للواحد عبق ومع الوقت بتصير تقيلة على قلبه وبتصير توجعه فضلك طبت من هذا الوجع وارتحت هلأ صرت اقوى بتمنى الطيبو انتو ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة